الفتى الوسيم الجزء الأول كان فتى وسيمة يسكن بيتا في السماء بعيدا وكان إذا انقضى الشتاء يركب عربة من الغيوب تجرها طيور جميلة ويحل بالأرض وبحلوله تنبثق الأعشاب وتتفتح الزهور وكان في كل سنة يزور كل بقاع الأرض وينفخ الحياة في حقولها الميتة ومراعيها المغفرة ويبعث البهجة في نفوس الناس والحيوانات والطيور بدفء شمسه وروعة طقصه لكنه كان يمتنع عن زيارة أرض قاحلة بسبب غضبه من سوء معاملة سكانها للطيور والأشدار والأزهار فظلت هذه الأرض عارية حزينة لا تنبث فيها إلا زهور أشدار قليلة ولا تنشد فيها إلا طيور معددة ملت الطيور والزهور الانتظار ويأيست من قدوم الفتى الوسيم فتجمع ذات يوم وعزمت على الرحيل إلى الأرض المجاورة بك السكان والتمسوا من الطيور والزهور يعني من الرحيل ووعدوها بالرعاية وحسن المعاملة رق خطاف لحال السكان وقال لا ترحلي أيها الطيور والزهور فالربيع سيتي حتما جاء الخطاف بحشرة صغيرة ونظر إلى الطيور وقال من يهبها جناحي؟ نظرت الطيور إلى بعضها البعض لحظة ثم تقدم أحدها وقال أنا أهمها جناحي التفت الخطاف إلى الزهور وقال من يعبها ألوانه؟ تقدمت زهور عديدة ووهبت كل واحدة منها بعض الألوان تمتم الخطاف لحظة فإذا بتلك الحشرة تغضو فراشا جميلة صاح الجميم في إعجاب يا لهذا الفراش الجميل يتبع أولا أكتشف أقرأ النص جيدا ثم أتصور إجابة عن السؤال الآتي من يكون الفتى الوسيم؟ يتمثل شخص الفتى الوسيم في الربيع ثانيا أتفاعل مع النص أولا لماذا قررت الطيور الرحيل؟ أقرأ ما يدعم إجابتي قراءة معبرة قررت الطيور الرحيل لأنها ملت الانتظار ويأست قدوم الفتى الوسيم ملت الطيور والزهور والانتظار ويأست من قدوم الفتى الوسيم فتجمعت ذات يوم وعتمت على الرحيل إلى الأرض المجاورة ثانيا بماذا قام الخطاف لمساعدة سكان الأرض القاحلة؟ أذكر هذه الأعمال حسب ورودها في النص لمساعدة سكان الأرض القاحلة قام الخطاف بجلب حشرة صغيرة وطلب من الطيور أن تتبرع إحداها بجناحها للحشرة والتفت إلى الزهور على أن يهبنا الحشرة قليلا من الألوان ومن ثم تمتم بالحشرة لتغضو فراشا جميلة جاء الخطاف بحشرة صغيرة ونظر إلى الطيور وقال من يهبها جناحيه؟ التفت الخطاف إلى الزهور وقال من يهبها ألوانه؟ تمتم الخطاف لحظة فإذا بتلك الحشرة تغضو فراشا جميلة ثالثا وردت في النص عدة أقوال وحددها ثم أقرأها قراءة منغمة الأقوال التي وردت في النص هي كالآتي قول الخطاف لا ترحلي أيها الطيور والزهور فالربيع سيأتي حتما قول الخطاف من يهبها جناحيه؟ قول أحد الطيور أنا أهبها جناحي قول الجميع الطيور والأزهار يا لهذا الفراش الجميل رابعا أقرأ ما يأتي معاوضا ما تحته سطر بما يفيد المعنى نفسه ينفق الحياة في مراعيها المغفرة ينفق الحياة في مراعيها الخالية أنا أهبها جناحي أنا أمنحها جناحي